كمان احنا بما اننا بنتكلم على كمان النادي الاهلي ومقبلين على تحدي بالنسبة لنا كان وحشنا جدا وهي بطولة كاس العالم الاندية اخر مرة شاركنا فيها في 2013 فالاجواء بتاعتها طبعا احنا عارفينها واجواء مفتقدينها فحنعيشها باذن الله تعالى باذن الله ان كان في العمر بقية بداية من شهر فبراير اللي جاي وباذن الله باذن الله الاهلي يكون موفق في ان يوصل مباراة النهائية ليه لا ليه لا نقدر عندنا قائمة مميزة جدا من اللاعبين وعندنا جهاز فاني رائع رغم ان طبعا بطولة صعبة جدا يعني انت بتلعب اطال العالم طبيعي انها هتكون منافسة فيها صعبة لكن انت تموح مشروع والاهداف بتحاول من خلال مجهودك تحققها فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق فبالتالي الاهلي هيرسل قائمة الاولية الكأس العالم الاندية يوم الاربعة اللي هو بعد بكرة اللي هو اخر معاد لارسال القائمة الاولية والمبدئية بالنسبة لفريق النادي الاهلي وهو يوم 6 يناير وده من خلالها النادي الاهلي حيبعت حوالي 35 اسم يعني ده حق انه هو يبعت حوالي 35 اسم عايز يبعت اقلي من كده ممكن لكن اقصى عدد يقدر يبعته في القائمة الاولية هو 35 اسم على ان النادي الاهلي يوم 22 من الشهر الجاري يبعت القائمة النهائية بقى اللي هتتكون من 23 لعب هايقولوا كده يا جماعة وما 23 لعب دول اللي احنا ايه هنلعب بيهم في كأس العالم انا برضو يعني فيه تساؤل كده ومعرفش الفيفا بتفكر في الجزئية دي ولا لأ يعني دي حاجة تخصهم هل فيه امكانية ليه زيادة عدد اللاعبين في القائمة المشاركة في كأس العالم تحسبا لقدر الله بالاصابة في فيروس كورونا ده لكل فرقة بقى مش بكلام على الاهلي بس معرفش ما ايه الاتجاهات اللي عندهم لكن في كل الاحوال ده اللي تم الاعلان عنه مسؤول النادي الاهلي حاليا هيعقدوا اجتماعات من اجل تحديد القائمة الاولية ويرسلوها باذن الله تعالى يوم الاربع احنا عارفين ان النادي الاهلي هيشارك في هذه البطولة واحنا عارفين كمان ان القرع ان شاء الله هتكون يوم تسعتاشر والاهلي باذن الله تعالى يكون موفق فيها